بأكثر من مليار متر مكعب أو من المياه عززت الأمطار وخزينة العراق الاستراتيجي لسيما المتساقطة منها في المناطق الشمالية والتحويلها إلى البحيرات والسدود بما عززت الموارد المائية مياه الأهوار بعد تدفق كميات كبيرة من السيول في الميسان وواسط وديالة لاستفادة منها بأكبر قدر ممكن كميات الأمطار المتساقطة أنعشت الخزينة في السدود العراقية بمليار متر مكعب وأسهمت في ارتفاع مناسب المياه في حوضي نهري دجلة والفرات وزارة الموارد المائية حولت كميات كبيرة إلى بحيرتي الثرثار وحمرين فيما شهدت مناطق متفرقة من البلاد سيولا انعكست بشكل إيجابي على خفض كميات الإطلاقات من السدود مقدم سد الموصل كانت أمطار مؤثرة مفيدة سواء كانت بالعراق أو بتركيا وسط إلى العراق تصريف نهر دجلة كانت تصريف جيد عبر الألف متر مكعب الثانية فيما يخص الأمطار التي تقع شمال سدة سامراء تحديدا بالإمكان سيتم دفع هذه المياه وتصاريب باتجاه بحيرة الترثار لتعزيز الخزين الموجود بها كانت أمطار مفيدة بتعزيز الخزين سنستفاد من قسم من هذه الأمطار بعادة نعاش الهوار الحدود الشرقية مع إيران شهدت تدفق أكبر معدلات للسيول باتجاه محافظات واسط وميسان وديالا ليتم تحويلها إلى الأنهار الرئيسة والوديان كميات كبيرة تسهم في تعزيز نسب الإغمار في الأهوار فيما قادت الأمطار في المنطقة الغربية إلى زيادة تصاريف نهر الفرات كان لسقوط الأمطار اليومين الماضيين أثره في ورود كميات باتجاه مجار الأنهر وأيضا ورود سيول من الجهة الشرقية للبلاد وأيضا من الجهة الغربية وهذه ستكون هناك إجراءات لتسليكها ضمن المجاري ووصولها إلى الأنهار في دجل والفرات الأمطار المتساقطة حققت ارتفاعا ملحوظا في مناسب الأنهار الرئيسة وبعض السدود والبحيرات وقادت إلى تخفيف الضغط على الخزين المائي إضافة لوصول المياه إلى المناطق التي عانت من شحة مائية خلال الأشهر الأخيرة خاصة مناطق ذنائب الأنهار في المحافظات الجنوبية ميثم جناحي العراقية الإخبارية بغداد